اشتركوا في القناة البرنامج اسمه موجود اسفل وصف الفيديو تقدرون انه تبحثون على البرنامج في جوجل راح تحصلون على البرنامج البرنامج يحتوي على العديد من الادوات وهذا الفيديو هو فيديو اولي للبرنامج اعرفكم على البرنامج واذا حبيتوا البرنامج وعجبكم اكتبوا لي بالتعليقات حتى ممكن اقوم بعمل دورة للبرنامج طبعا البرنامج يحتوي على مجموعة من الاساسيات في الكهرباء ايضا مجموعة من العناصر تقدر انه تختبر الخريطة اللي تملكها انت بشكل حي تحصل على رسم او تصميم 3D بالاضافة الى خريطة للربط كل هذه الاشياء نقدر انه نطبقها من خلال هذا البرنامج ايضا عندك مجموعة من الادوات مجموعة من البوابات حتى البوابات المنطقية راح تشوفها موجودة في البرنامج مجال الميكانيك ايضا موجود في البرنامج وتفاصيل كثيرة موجودة في البرنامج تقدر انه تحصل عليها مو بس هذا تقدر انه انت تصمم الخريطة الخاصة بيك فأسا خلي نجرب ونصمم خريطة بسيطة نشغل لد بسيط نبدأ بصفحة جديدة طيب هنا راح اسحب البورد الخاص بالتصميم وبعدها راح اسحب مجموعة من العناصر اريد اسحب مثلا هنا البور طبعا تقدر انه تتحكم بالبور اي فولتية تحتاجة تقدر انه تكتبها هذه البطارية حس هذه البطارية 9 فولت اكتب القيمة اللي تريدها هنا مثلا اريد هذه البطارية 12 فولت طيب بعدها احتاج الى لد اوكي هذا اللد واحتاج الى مقاومة هذه المقاومة واحتاج الى سويتش طيب الجزء بالأعلى هذا الخاص بالرسم او بتصميم 3D وعدنا هذا الجزء هو برسم الخريطة اجيب البطارية وعندي هذا اللد عندي السويتش والمقاومة نوصل الخريطة هسا عندي وصلة الخريطة وهذا المفتاح فلحظوا عندي هذه البطارية 12 فولت اقدر ابدلها اي قيمة احتاجها وهذا المفتاح وهذا المقاومة اقدر اغيرها ايضا وعندي اللد هذا لد 3 ملم او 5 ملم او 10 ملم هنقول مثلا 5 ملم ونجرب تشغيله ما اشتغل عندي لانه المقاومة عالية اسوي المقاومة مثلا 1 كيلو اوم واشغل اللد مثل ما تلاحظون اشتغل عندي هسا لو اريد اقل المقاومة مثلا اسويها 1 اوم وراح تلاحظ انه صار عندي انفجار باللد فهنانا رح يفيدك بفحص الخرائط اللي ترسمها انت وتتأكد من توصيلها بشكل صحيح فهنا اقدر اصلح هذا العملية اصلحتها ايضا انفجرت ازيد المقاومة اسوي 1 كيلو اوم هذا الكيلو واصلح اللد ثم تلاحظون اشتغل عندي وهنا اون اوف وهكذا البرنامج يحتوي على ادوات جدا كثيرة معدات تقدر انه تستخدمها في البرنامج تفحص الربوط تفحص كل شي موجود في البرنامج البرنامج تقدرون انه تبحثون عليه في جوجل وتثبتون البرنامج انا كاتب اسم البرنامج اسفل وصف الفيديو اذا عجبكم هذا البرنامج وحبيته انه اشرح البرنامج بشكل مفصل بدورة ممكن تكون بسلسلة من الفيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات وصلت الى نهاية هذا الفيديو ان شاء الله عجبكم هذا البرنامج تقدرون من خلاله انه تصممون الدوائر بشكل مجسم ومو بس هذا حتى تشاغلوها وتتأكدون من صحة الربط وتصممون البوردات بشكل كامل اذا كان عدكم اي سؤال او استفسار تقدرون ترسلوني وكالعادة في الختام لا يسعني القول الا السلام والسلام عليكم ورحمة الله